السلام عليكم مشاركو 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 كامل بخير وسكنو كامل لاباس هذا الفيديو من الفيديوهات اللي تحبوهم بزاف رح نشارككم اليوم عدة وصفات تعلميني لاير كيك بعدة اذواق يعني هذا الفيديو رح يتلقوا كل الاذواق اللي تحبوهم وصفات مضبوطة ناجحة باذن الله 100% بقوا فقط مع الفيديو مع كل التفاصيل كل المعلومات اللي نعطيها لكم ايضا هذا الفيديو رح يكون مفيد جدا لأسحاب المشاريع فنقولوا بسم الله نبدأوا بأول مرحلة اللي حنا نحضر فيها السيرولة حين شربوا به الجنواس تعناه درس كمية قليلة يعني لاحظة بالكمية اللي ختمتها درس هنا كيسة علمة مع نصف كيسة السكر نحطهم مع بعض على النار مدة 10 دقائق لانه الكمية قليلة يعني نحسبه 10 دقائق بعد الغاليين نطفي عليه ونخليه على جنب حتى ان يبرد دقائق نروح الوصفة 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 ندير واحد بطعم الشوكولة واحد بطعم الفانيلي باش نديروا عدة اذويق في اللير كيك هنا عندي ربعة بياض بيض من الحجم المتوسط ندير لهم رشرة ملح ونطلعهم بالباتر حتى يكون لدي قوان ثلجي هنا كنت فصلت البياض عن الصفر اول حاجة نبدأ بالبياض يعني هذي المرة أختمت لكم بالباتر للأخوات اللي ما عندهم شربت خان ونقلكم بالوصفة سنجح معكم بنياب المعني متخفوهاش ريح نطلع على أعلى سرعة بهذا الشكل بالنسبة المقادير اللي عدنا ربعة صفار 120 جرام فرينة 120 جرام سكر عندي ربعة مغارف كبار الزيت عندي مغرفة كبيرة كاكاو بوني مغرفة كبيرة كاكاو أسود جميع المقادير رح يكونوا مكتوبين بالصبق في صندوق الوصفة الضغط وفقط على عنوان الفيديو تلقيه الوصفة المكتوبة نجيبوا كمية السكر ونحطها غير بشوية في بياض البيض يعني كلي ريح ندير ميرانج مقطع مسرعة كالعادة نحط سكر بمراحل يعني نحط ونحتن ذوب وزيد المرة الثانية وثالثة حتى نتحصل على قوام ثلجي بهذا الشكل هنا ريح نزيد له ربعة صفار بيض ونأكد لكم حتى بعد ما تحطوا السكر يعني الدفعة الأخيرة زيتوا خلطوا حتى الخمسة دقايق قوام مرائع جدا وهذا وسر في فصل بيض عن الصفار ذوكا كل حبة بيض نسيت لها مغرفة كبيرة تعال الزيت يعني عدنا 4 مغرف كبار زيت نفس الشي نكمل بالباتر سمت كمية الزيت على اثنين بهذا الشكل نحط المواد الجافة لهم الفارينة والكاكاو لا استعملت النوعين لأن الكاكاو البني هو الريحة على الشوكولة البنينة الكاكاو الأسوداء على الجلل اللون نحبه بساف الليركي يعني الجنوات ستكون سوداء يعني طعمها يكون ولي شكلها يكون مشاهي كما رأيكم نشوف اني خلط غير بشوية حتى نتخل كامل كمية الفارينة نضيف بلاتو حطيس في بابي كويسون بلاتو تاعي 48 سنتيمتر نحط كامل كمية الجنواز ما فيهش الخميرة اكيد ونخليها الطيب مدة 10 دقائق حتى 13 دقيقة على دارس حرارة 180 بالنسبة للجنواز فاني اول حاجة نحط لفاني كنحط سفار البيض ثاني حاجة كمية الفارينة تكون اكثر ب30 جرام يعني 150 جرام فارينة على كل حال جميع المقادير راهم مكتوبين في صندوق الوصف يعني هذا هو الفرق بين السون في الكاكا وفي الفاني كمية الفارينة بكراكم نحب ان تعرفوا الكريمة اللي خيرتها لهذه الوصفة خيرت كريمة نحبها بالزيف جي بلا شانتي وبالماسكاربون لي خيرتها لانه سهلة تحضير بسيطة جدا جدا ليهلي سوجد معاكم فعندي كيسون وستالة شانتي مع كيس الحليب البارد يعني خدموا بحليب يكون بارد طلعوهم على اقصى سرعة يعني خدموا لها شانتيتاكم عادي من بعدها كتولي عمدي شانتي حجمها مضاعف هنا راح نزيد علبة تاع مسكاربون الوزن تاحية 800 جرام بالنسبة لنوعية المسكاربون اللي استعملتها استعملت فونديليس محب بزيف هذا المسكاربون القوام بتاعه هاي اللي بزيف مور فان بدلوا ميجينيش نفس القوام بتاع الكريمة وميجيش ايضا زيكي فماذا بيا يعني تلقوا هذه الماركة لانه شخصيا دائما نعتمد هذا النوع كما راح نشوفو حطيت علبة كامل فيها 1-330 جرام وعلى اعلى سرعة حنخلطها مبيح مع راشانتي راشانتي واحدها البنات متصلحش في الوصفة لانه الكيك ساعكم رايح يهبط المسكاربون راح يخلي القوام متماسك اكثر يزيد في البنا ينقص في الحلاوة يعني يمد واحد الناتجة بزيف بزيف رائعة بالنسبة لهذه الكريمة اللي بارك راح يتكفي لثمن ثمن حبات تاع الكيك بس طح هنا حنديروا عدة اذوي قصمة نحي منها تقريبا ربع الكمية باش نديرها بالشوكولة فنذوب خمسين جرام شوكولة في حميم مائي ولا في ميكرو هوند باركي ما درتانا استعملت انا شوكولة بالحليب ورايح نزيدها لل الكريمة تاعي عندي ايضا ديزا غوم انا استعملت على سافر شوفوك نحط شوكولة ايضا خلط مليح هذي كريمة الشوكولة راح نديرها في طعم الفيري روشي وفي طعم الكندر بوينو وبالنسبة للاخوات اللي حبوا يركزوا على الكيكات الكورية للاغلبية يكون فيهم بزاف الوان نقولكم اختاروا نوعية مليحة تاعلي زاغهم انا كنت خدمت هنا بتاع سافر لانو نكثم ليحة لانو اذا خدمتوا بنوعية زي الطعم بتاع الكيك تاعكم راح يكون يعني كريثي خاصة اللي يخدموا لي كوموند النوعية دايما هي الصح لانو اكم حين تكثروا بزاف الالوان بزاف من كومركم شايفين النوع الكوري يعني اللي راهو توندونس بزاف داروهم مشاريع فاهم حاجة ركزوا فيها اي الشكل وكا عودنا ولينا للجنواز واهم حاجة اللي تقصيتوني عليها اللي هو قطر المو اللي خدمت بيه اخدمت كيكات 10 سنتيم وخدمت كيكات 8 سنتيم يعني هو في الحقيقة نعمل 10 سنتيم 8 سنتيم يكونوا بزاف صغر 10 سنتيم جاوي سخفوا يعني جاوي مليح بزاف انا اكسمت الجنواز ضاني كما راكم تشوفوا كل بيسكويت جنواز اي جيبلي ثمين القطع يعني راح يدلي اربع كيكات صغيرة يعني رابا حبيت بايد دولكم اربع كيكات صغيرة باش نسفهموا انا درت سازوش بيسكويت يعني واحد شوكولة واحد فاني كلش كلش دير ولي ثمين كيكات كما شفتوا يعني ميني لير كيك يعني كل كما نقولوا كل واحدة حتت دي طبقتين فقط هنا وجدت جميع المقادئ اللي نحتاجهم اللوتوس لانه عندي لير كيك لوتوس عندي وحدة كين دربوين و جوبت كريمة لكين دربوين وعندي ايضا جوز وكراميل لطعم الفيرو روشي عندي وعندي ايضا الفريز اللي يمشي بزيف مع البستاش وطبس ايضا انواع مختلفات الشوكولة يعني حبيت سنتلكم جميع الاذواق اللي تحبوهم كل واحدة فيكم تقدر تدير الطعم اللي تحبوه على فكرة تقدروا كيكة كبيرة بنفس المقادئ وحبوه على الحجم البرك سيرسو هذا ما كان ذو كنت نقولوا بسم الله مع اول نوع اللوتوس خيرت اول حاجة البسكو يكون في النوار جبت السيرسو تاعي كم درت له بابي قيتاغ في التور بعد ذلك زي نعته لكم نشرب الكيكة تاعي من مليح شربوها ونحط الكريمة البيضة نحط قطاع البنان ونحط ايضا من زبدة اللوتوس لتوباع فقط انا نحطها في ميكورند بش يكون قوامته حسائل طعم البنان واللوتوس ونحكي لكم ايضا من زبدة الكيكة نحط كمية مليحة طبعا السيرسو يكون كامل قد قد نحط قطعة من الجنواز ونشربها مليح ونخليه مسافة نصف سنتيمتر شربوا البسكويتات ونخافوش منه على قد ما تحطوا يكون بنين نصف سنتيمتر اللي يبقى في السيرسو سنعمروا بالكريمة من بعدها نحاول ان نسوي سطح يعني نحي كامل الكريمة الزائدة شوفوا هكذا نحصل على قطع تكون مستوية من كامل الجهات واول لير كيك روسيو صاره جاهز فقط من الاسفل كون حطيت قطعة تاع بابي كويسان شوفوا هذا هو البابي كيتاغ هو هذك الورق الشفاف نحطه بشم بعدها نقضي مولي وفاصل كيك نحصل على طعم الفاني شربتها مليح نضيف الكريمة البيضة نضيف كمية مليحة نضيف بسكويتات نضيف بسكويتات نضيف نصف سنتيمتر نضيف الكريمة ونحي كامل الزوائد يعني اللي يتخلصوا نضيف الطعم الثالث نضيف كويسان نضيف كويسان فقط البيضة في الجوانب ونضيف الكريمة نبضي فقط كمية مليحة من الجوز نضيف القطعة نضيف الكريم ونضيف البراغ ونضيف رؤية ثم نضيف بالبستاش كمية مليحة فين للبابي كتار ونبيعوا الوازم الحلويات اضع الكريمة بطعم البستاش اضع الكريمة اضع الكريمة ونحيط الزوائد اضع كيندربوينو اضع الكريمة اضع الكريمة قلبي جميل اضع الكريمة والشوكولة ونحيط الزوائد لم يكن مليح البيو بطعم الكريمة في العرض ودفر طعم أجل سرسو تجعل الكيك مستوي ومليح ومتحف الحشو يجب ان تعتيري أذواق الخمسة نضيف الكنجلاتور ونضيف ونضيف الكريمة تجعلون سهل يجعلون الكريمة يجعلون السرسو ونضيف الكريمة يجعلون السرسو نضيف الكريمة نضيف الكريمة تنهي نضيف كمية كمية ملحة اعمر الكريم نقوم بمساعدة كمسة ادخل المشاريع مول 10 سنتيم ومن المستحسين اخذهم 10.5 سنتيم يستخدمون المستويين بعد التزيين أعتقد انه بسط شيء سياسة أخرى فكرة الوطيس و بالتطبيق على جوانئ فكرة الوطيس كمثلت وزينت بحبات الوطيس و بالبسكويت كمثلت لم يكن الفيديو بكثير طويل فادي نحاول الوطيس كما نحاول نقوم بالإطلاق لكما نفوت على كامل أنواع نضغب الجزء وظيفة مصعبة نضغب الجزء بسرعة نضغط كريمة نضغط شكولة نضغط يجب ان نضغط جديد كما يحبون نضع الفيريروشي و الرافعي لها نضع نفس كمية الشوكولة هي نفس كمية الكريمة السائلة تفرغوا عليها الشوكولة أنا أخدمت 30 جرام شوكولة 30 جرام كريمة سائلة في النوعين البيضاء والسوداء نضع نفس كمية شوكولة نضع نفس الشيء في الجوانب و في الوسط و درت حبيت الفيريروشي جميعا لدينا العلب و لدينا وزم حلوية و أضع الكيكة كما رأيكم نفس الشيء بالنسبة الرافعي لها كمية بيضاء و كمية بيضاء و كما رأيتها حبيت الرافعي لها ان شاء الله تفهمت و طريقة تزيين كمية بيضاء في هذا المنطاج لأنه انتقلنا من مرحلة لمرحلة فإن شاء الله يكون واضح تزيين بالعين مجردة كم تقدروا تعرفوا خدمنا باللوسوس و بالكندر و بينوراهم جاهزين نضوبوهم برقدرنا قاناش شوكولة بيضاء و شوكولة سوداء و بالنسبة الطعام البستاش كنس عيدية كيكسمتهم لايبيرك وحدة البنة و كل وحدة فيهم تحكي حكي و الطعام تحكي و البنة تحكي فإن شاء الله إن شاء الله الفيديو هذا يكون مفيد لكم اي اسئلة خليوا هالي في خانة التعليقات بالنسبة لي يحبوا يديروا كوريان كيكس تقدروا و تكتبوا هكذا كلمات بسيطة جوزة مامو ملفوق و أي ميساج صغير على حسب كومونت تعكم هذي هي ان شاء الله تكونوا استفدتوا و دمتم اوفية و الى اللقاء اشتركوا في القناة